موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس اليوم ان شاء الله سنقدم لكم فيه واحد زواقة بالكروشي اللي هي عبارة عن عقد يعني عقد تطلع بمقفتان او جلبة يعني من تحت الفق من هذا المنبر هذا سنبدأ نشكر الاخت ام فؤاد انس لتعاونها معي وبالنسبة الاخت ام فؤاد انس فهي غني عن تاريف يعني عافي نكمجات الكروشي في مجموعات بالنسبة الادوات سنحتاج الكروشي رقم 12 يعني 0.30 ملمت عندي الحرير منبروم على 4 شهرات وطرفان ديالتوب كما لاحظت انا حبكوها من قبل يعني عندنا القطان تكون هكذا يعني خاصة نبدأ منشيها طرف اللي على الليمن سنحاول نتبت الحرير كما لاحظت كما لاحظت من بعد سنخدم 1 سلسلة ثلاثة 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 نحاول ندخل في المكان يعني انتبت العمل فين بقى انا بالنبعد قد نلتفع بواحد ورزة حشو قد ندور الخدمة لاحظوا هنا انا تسايعني ان هنا يدبت نخدم في الخلف دي الخدمة يعني دي تسوب الخلف دي الدهر دي الخدمة قد نخدم واحد انا تم نياد الاعميدة ولكن قد نخدم اربعة ونضربها احد ججسي سيلت قد نخدم اربعة قد نخدم العمودة الرابعة قد نضربها قد نضرب بعض الاعميدة قد نخدم سلسلتين قد نكمل بعض الاعميدة قد نتبت الحرير في الغرزة المولية قد نتبع الغرزة واحدة قد نضرب بعض الغرزة واحدة قد نضرب الخدمة ماذا سوف نقوم بإمكانك العمود الأول و الثاني سوف نقوم بإمكانك العمود الأول و الثاني سوف نقوم بإمكانك العمود الأول سوف نقوم بإمكانك العمود الأول الثاني سوف نقوم بإمكانك العمود الأول الثاني سوف نقوم بإمكانك العمود الأول حسن أمر些 رابعة قم Benet لدينا أي ق disciplines الثاني أقوم بإمكانك العمود 4 لأن Lao Dan نقوم بإمكانك الوصف ودي خمسا سوف ندخل فيها الحل الكروشي ثم نضيف حجم العقدة ثم نخرج هذه الغرزة سوف ندخل فيها الحل الكروشي ثم نضيف حل الكروشي ثم ندخل الغرزة الغرزة الأخرى سنقوم برجها ثم نقوم برجها سنحصل على عقدة كبيرة ثم نكمل الخدمة يعني فوق هذا الأعميدة اللي عندي سنخلي ثلاثة الأعميدة سنجي العمود الأخير سنخدم ربعه الأعميدة سنخدم ربعه الأعميدة من بعد سنخلي واحد الغرزة واحد ضربة هنا سنستعمل غرزة حشو ونرتفع غرزة حشو ونضبر الخدمة لاحظوا في هذا السطر هذا سيكون شديد تغيير لاحظوا مزيان في هذا السطر هذا المقبل كنت نحسبه العمود الأول من بعد سنخدمه ربعه الأعميدة هنا العكس سنخدمه ثالثا نخدمه ثلاثة من الأعميدة بعد سنخدمه ربعه الأعميدة وقام بخدمة ثلاثة أربعة لحظة مزين ها هم أربعة دي الأعميدة يجارة سهلة بسف لحظة مزين بعد غالي نخلي نضرب سstreب الغرزة المولية نخدم الغرزة حشو نضيف الغرزة حشو ونبخذ خدمه الخدمة في ارتفاط السطر ثم حظت ثلاثة الأعميدة ثم حظت العمود بالاغرزة ають الخدمة بسطر مقبول سوف ندخل العمود الأول لاحظوا مكسي ثم ندخل العمود الأول ونخدم أربع الأعمدة نديني ثلاثة أول عمودة الرابع نعبون من بعد لاحظوا ما بينها ضربات الأعميدة و هادو غرزة منتفخة نعقل على نفس الضربات التي ضربت نديني ثلاثة 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 نخرج ثلاثة 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 ممكن تمدروا ثلاثة 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 مديني الأول غرزة عندي هنا بحط غرزة نحاول باش نكون الغرزة ديالي باش نكون هذا العقدة نخرجها الشيئة الأخرى ما نبعد غادي نكمل الأعميدة ديولينيشان كما دلت هنا في البداية يعني غادي نخلي تلاتة الأعميدة لاحظوا مزين غادي نخذ الأعميدة غادي نجي العمود مقبل العمود الأخر نخدم أربعة الأعميدة من بعد غادي نخلي واحد غرزة ونضرب الغرزة المولية باش نثبت العمل في السوب غادي نطلع بواحد دربة فاكو خلط بواحد دربة ونضرب الأعميدة من بعد غادي نضرب الخدمة هادي نضرب غادي نضرب غادي نخدم ثاني الأعميدة المترجم الآن خدمت الأعميدة يعني فخلي تعامد خدمت 4 الأعميدة هنا شنو ندير هدين خلي ثلاثة هدين هدين خلي لاحظوا مزين هدين لاحظوا هدين جي لاتسطر هدين هدين خلي ثلاثة الأعميدة هدين نخدم نخدمت 4 الأعميدة ديولي هدين العملية سهلة 4 نعم 4 الأعميدة وهدين جي جيال أخرى نخلي عمود نخدمت 4 الأعميدة ديولي هذا مقام تطلع الخدمة يعني دبار طريقة واضحة وهدين مقام السمرة بها الشكل هذا يعني 1 سطر سنخدم فيه 8 الأعميدة و 1 سطر سنخدم فيه الغرزة متفخة 4 الأعميدة يعني من بعد العمود الأول نخدم غرزة متفخة و نخدمت 3 الأعميدة و نخدمت 4 الأعميدة و نتبت في الثوب غرزة متفخة من بعد غرزة متفخة ثم الغرزة متفخة يعني لقدرتي تجي العدد أن تجي تجي حجم الغرز للعقدة الصغير اكترتي عدد الغرز تجي كبير وبنسبة لهنا هي كما قلت لكم هنا تنفوت يعني تنخلي غرزة واحدة ولكن على حسب الخدمة اليوم تنتمينا الدرس اليوم إلى الإعجابكم وتاني مرة تنشكر الأخت أن فؤاد أنا سعيد تعاون ديالها وكما العادة وفي نهاية كل الفيديو تنقون لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وتخليوا تعليق كانت معكم ومسعد عبد الله